السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم المجزل الأخباري لهذا اليوم طهران ترسل عبر بغداد رسالة إيجابية إلى واشنطن الشيوخ الأمريكي يرفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل الذهب يواصل الارتفاع وسط احتدام الحرب الروسية الأوكرانية الجيش الأمريكي ينشأ جسرا جويا من العراق إلى سوريا الأمن البرلمانية للكيان الصهيوني العراق خط أحمر وقواتنا الأمنية مستعدة للدفاع عنه العوادي العراق سيطالب بقرار أممي تحت البند السابع لإيقاف اطلاق النار فورا إليكم تفاصيل الأخبار كشف مصدر مطلع يوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024 عن رسالة إيرانية ذات مضامين إيجابية إلى واشنطن عبر الوسطاء العراقيين وقال المصدر في حديث إن طهران رسلت يوم أمس عبر وسطاء عراقيين رسالة غير مباشرة إلى أمريكا حول رؤيتها إلى حل الأزم والتصعيد الخطير في الشرق الأوسط ابتداء من انهاء حرب الإبادة في غزة وجنوب لبنان وإيقاف القصف في بيروت والسعي إلى خارطة طريق برؤية دولية وأضاف إن الرسالة الإيرانية حملت إشارات دبلوماسية في أغلب سطورها ما يعني إنها تريد الوصول إلى حل ينهي الصراع القائم وفق رؤية محددة الإبعاد مع الإشارة إلى إنها لا تريد الحرب الشاملة ولكنها ستنخرط بها إذا ما فرضت عليها بشكل مباشر رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024 بأغلبية ساحقة عدة مقترحات تهدف إلى وقف بيع أسلحة متطورة بقيمة فوق 20 مليار دولار إلى إسرائيل وشملت هذه الأسلحة أنواع مختلفة من الذخائر المدمرة والمدرعات وذلك رغم انتقادات واسعة لاستخدام إسرائيل السلاح الأمريكي في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان وعارض مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية ثلاث قرارات توصي بمنع بيع الأسلحة حيث أظهرت نتائج التصويت رفض جميع القرارات التي حاولت منع بيع وتزويد إسرائيل بأسلحة تتضمن أيضا ذخائر للدبابات وقذائف شديدة الانفجار وتقنيات تعديل القنابل والقذائف العادية لتحويلها إلى ذكية يشار إلى أن مشاريع القرارات المشتركة قدمها إلى مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز بدعم من مجموعة أخرى من المشرعين ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024 للجسر الرابع على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة وزادت العقود الفورية للذاب 0.2% مسجلة 2654.50 دولارا للأنصة بحلول الساعة الثالثة وثلاثة وعشرين بتوقيت بغداد حيث صعدت أيضا العقود الأمريكية لأجل للذاب بنفس النسبة لتسجيل 2637.10 دولارا للأنصة قال موقع سبوتينك الروسي للأنباء يوم 24 تشرين الثاني 2024 دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيزات عسكرية جديدة عن الجو من قواعدها في العراق إلى قواعدها شرق سوريا وفادت سبوتينك نقلا عن مراسلها في شرق سوريا بأن الجيش الأمريكي قام خلال اليومين الأخيرين جسرا جويا من قواعده في العراق إلى قواعدها التي تتموضح حول وداخل حقول النفط والغاز شرق سوريا ونقل المراسل عن مصادر أهلية تسكن في القرى الملاسقة للقاعدة إن طائرة الشحن الأمريكية هبطت يوم الأربعاء في قاعدة سراحة وزير الرئي سابقا في القرب من سد الحسكة الغربي عشرين كيلومتر شمال غربي مدينة الحسكة محملة بإمدادات عسكرية ولوجستية وجهت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يوم الأربعاء رسالة إلى الكيان الصهيوني مؤكدة إن العراق خط أحمر والقوات الأمنية مستعدة للدفاع عنه وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي في تدوينه رسالة واضحة للكيان الغاصب العراق خط أحمر ومحاولاتكم للغروب من جرائمكم في غزة ولبنان لن تنجح وأضاف إن قواتنا الأمنية مستعدة للدفاع عن وطننا بكل قوة ولم ولن نسمح للخارج بزعزعة أمننا واستقرارنا فالعراق واحد وشعبه متحد في مواجهة التحديات أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العواد يوم الأربعاء إن الحكومة العراقية كانت تدرك منذ البداية إن تصاعد إحداث حرب غزة يشبه كرة الثلج متداحرجة التؤثر على استقرار المنطقة بأكملها وأوضح إن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اتخذ خطوات جادة وسريعة تضمن التصريحات وتحذيرات مباشرة بالتزامن مع خطة سياسية ودبلوماسية مدروسة لتجنب أي سيناريو يضع العراق في موقع المعركة أو يجعله طرفا فيها وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية إن رئيس الوزراء نجح خلال 13 شهر الماضية في حماية العراق من أن يكون هدفا عسكريا رغم تزايد التهديدات في الفترة الأخيرة وأضاف إن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي في خطابه أمام الجمعية العمومية أشار بوضوح إلى العراق كجزء من ما سماه محور اللعنة ما يعكس نواياه العدائية تجاه البلاد